أنا مصدومة يعني أنا مصدومة أنا بني مصدقة صراحة ليه على وجهي ما هو زي وجهة؟ كل وحدة رب العالمين خلقها جميلة بطريقتها الخاصة يا الله المكياج حق المشهورة هذا مرة يجنن ليه على وجهي ما هو زي وجهة؟ مو طبيعي قد إيش الألوان تهبل لازم أروح أشتري المكياج اللي هي حطته على وجهة وبعدين تروح تشتري المكياج ويطلع مو نفسه هذا كله كذب ثلاثة أرباع وكذب إذا ما كان كله كذب اليوم رح ننور على هذا الموضوع ونفضح الأشياء اللي نحن منشوفها اللي هي كلها كذب خليكي معايا لأنه أوعدك أنه هذا الفيديو جدا 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 رح يفيدك قبل ما نبدأ الحلقة حقت اليوم لا تنسوا لازم تشتركوا في قناة مزاج علشان تفوزوا بالجوائز اللي عندنا مرة كتير ومرة حلوة بس حبايبي أحتاج منكم تحت في التعليقات تكتبوا لي اسمكم بالكامل وأنت من أي بلد ويلا نبدأ سحر أهلاً وسهلاً فيكي شهر 50 اليوم بوجودة تحبيب أنتو كلكم تعرفون أن الميكب ما يكون بس ميكب اللي أنتو تشوفون بالصوار بعد يكون فيه وايد فوتوشوب وايد نعدل في الويه اليوم بنسويلك شوية عن ذهبي لك فعشان نراويهم من حتى لو نحنا كسرنا بالكمية مش معناتها أن المكياج بيصير نفس ما أنتو تشوفون على السوشال ميديا وبعدين بنراويكم كيف يصير بعد الفوتوشوب يجيكي بنات مثلاً يقولولك أنه نفسي أنه أغيري الملامح يكبري لي عيني من هنا للأسف تسع وتسعين بالمئة من الزباين أيوني يكونون مش واطقين من ملامح معينة في ويهم أنا عارفة أنه في كتير تأثير في السوشال ميديا عليكم وأنا شخصياً لما أشوف أحياناً صور ناس مشهير أعمل لها سيب أحفظها لأنه أقول أبغى أسوي هذا الميكوب أو أحتاج أحد يعمل لي هذا الميكوب بس صدقوني كل واحدة فينا عندها شيء في وجهها يميزها هي أبرزي ملامحك لا تخفيها في كتير بنات يعانوا من الحفر اللي موجودة في الوجه كيف يخبوها؟ للأسف أن هذه الأشياء لا تتعدل بالميكياج لازم فوتوشوب فعلاً فيه وائد مشاهير خصوصاً هذه المنطقة الجولاين اللي هي أصلاً وائد تبين في التصوير يكون فيها حفر هنا يكون فيهم حبوب عادي تطلع لهم بس لأنهم يعارفون أنه في فوتوشوب هم مش خايفين عادي عندهم لأننا بالميكياج ممكن نغطيه لتشكلون بس هو ما يروح يعني مثلاً الحبة تكون فيها بروز على البشرة فأنت ممكن تغطينها كلون الإحمرارة يروح ويصير لون واحد ولكن أنت كيف تدخلين البروز؟ لا تستطيعين تضغطين على الحبة وتدخلينها إيش المصائب التي تشوف فيها الميكياج المشهير يعملوها وتصير فيه صدمات للناس اللي تروح لعندهم من بعد الدعايات اللي سووها وتكون أسعارهم جداً مبالغ فيها إنهم يكثرون الكنتور الكنتور هذا نحن ما نقدر نحط به الطريقة الحقيقة حق التصوير مم مشكلة لأن فيه إضاءة وأشياء ممكن هي تخف على الألوان أوكي وفي نفس الوقت فيه فوتوشوب هذا الشيء أنا ما قدر لحقيقة أني أنا أحط حق الزباين في يوم يوني زباين يقول لي أنت ما تتحوين كونتور نفس بلانا أقول لها ما قدر سويتش لأن أنا بدبين شوارع على ويهتش تخيل خطوط تي بالطول وفي العرض على ويهتش هذا خلق ليلى ما شاء الله عليها عيونها وايد هل أفتحي عيونتش بس عندها هني نازل فنحنا سوينا لها هالسحبة عشان نرفع لها طرف عينها فهو مثل يعطيكم إيحة أن عيونها مسحبة على فوق ايش الطريقة الأسهل عشان اللي عيونها مبطنة يعملوا آيلاينر العين المبطنة لو غمضت ورسمتها راح تعاليتش أوكي لازم عيونتش تكون مفتوحة لأن التبطينة هاي بس تبين معاتش وانتي فاتحة عينتش أوكي طريقة اللي نحط فيها البلاش فأيش هي طريقة صحة؟ شوفي هي طريقتين أساسيات أوكي انتي تبين تبرزين الوجنتين تحطينهم من جدام من هني وبعدين شوي تسحبينها على برا أوكي يعني كده تقريبا أوكي انتي تبين هني العظمة تبين عندك عالية تبدين من هني وتنزلينها على خفيف هني فهني على الوردة يبدأ على العظمة سحر أنا عندي مشكلة وصراحة ما أبغى أعمل لها لا فلر ولا بوتوكس أنا أحب هذه التجعيدة اللي هنا أيوة أحبها لما تطلع لي بس لما أضع فونديشين حتى من بعد ما أضع البودرة على وجهي لما أبتسم أو أتكلم تطلع لي إيش الحل فيها؟ هذا طبيعي انتي إنسانة بشر وهذه تجاعد طبيعية لو انتي إنسانة تبتسمين نوايد وما شاء الله أشوفك تبتسمين كل اليوم الحل أنك كل ما تشوفينها تبطبيين عليها وتسوي لها بلند لأنه ما في شيء اسمه أنك أنت تخفينها إلا لوتوكس تحقنينها في الأرض إيش هي الطرق اللي ممكن الوحدة تكبر أو تبرز شفايفها من غير ما يطلع الكنتور على برا؟ شوفي فوق الشفة دايما فيها خطوط بيضة هاي خطوط طبيعية موجودة بدل ما أنت ترسمين على الحواف الحمرة أو البيتش للشفايفتش أرسمي على الخط الأبيض أنت تكونين تكبرتها شوي أوكي لحين صار الوقت أني أشوف المكياج مرة متحمسة لأنه الألوان اللي قاعدة أشوفها بتلعب فيها مرة حلوة يلا جاهزة؟ واحد اثنين أوه واو صراحة أبدعتي أبدعتي تسلم الأنامل قالب قالب يا عمري يا عمري بنات فليزة لحط لكم الأكاونت حقها منجد روحوا عندها أي سؤال أي سؤال عن المكياج زي ما شفتوا كل الحلقة هي تق 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 عندها جواب لأي سؤال عن المكياج دا حين صار وقت أنه نحنا نوريكم المكياج هذا قبل الفوتوشوب وبعد الفوتوشوب كيف بس يعني أنا مصدومة يعني أنا مصدومة أنا بني مصدقة صراحة إذا أنتم مصدقين وماشيين في الكتبة شي راجع لكم والله أنا أحاول أني أنا أوعي الناس اللي يتابعوني على الأقل أنه لازم أنتم تعرفون هالشي لأنه نحنا دورنا أن نعلمكم المكياج بس لو أنتم مخدوعين مهما إحنا حطينا مكياج ما بتوصلون لما حد الفوتوشوب أنصحي كل شخص بيطالع على الفيديو متأثر بالكلام اللي أنا وأنتي قلناه خلال الحلقة كل وحدة رب العالمين خلقها جميلة بطريقتها الخاصة أنت لك بصمتك الخاصة في شكلتك في لبسك في كل شيء فلا تقلدين حد أنت جميلة مثل ما أنت من جد من جد من جد أنه كل شخص يقتنع أنه المكياج استعملوا لإبراز ملامحكم مو عشان تغيروا ملامحكم بالنهاية حبي نفسك حبي نفسك وحبي نفسك اشتركوا في قناة مزاج علشان تفوزوا بالجوايز تحت في التعليقات اسمكم الكامل وإنتوا من أي بلد انتوا قلوا لي إيش فيه أشياء اليوم تعلمتوها من سحر الأسئلة اللي أنا سألتها وإيش عندكم أسئلة كمان تحت في التعليقات 3 2 1 حبي نفسك أشتركوا في القناة